أشعر يريد برصاق النظام على وقع صرخات متظاهر انتفاضة تشريين تهتز السلطة الحاكمة في بغداد وتستنفر كل إمكانياتها لكبح جماح التظاهرات التي تعم بغداد والمحافظات الأزمة التي تمر بها العملية السياسية غير مسبوقة فالكثيرون يرونها لا تعبر فقط عن وصول تجربتها في الحكم إلى طريق مزدود بل تظهر فقدانها لما كانت تدعيه حاضنة شعبية تستند إليها حيث تحولت إلى مصدر الرئيس للثورة يهدد بإسقاط العملية السياسية ككل تحاول الحكومة العزف على الوتر الطائفي لإخماد الانتفاضة التي يصر شبابها على مطالبهم بالرغم من موجة القمع الدامي التي واجهتهم كما لم يبدو تجاوبا مع مختلف الإجراءات المعلنة من قبل الحكومة كتوفير فرص عمل وإسناد منح مالية للفقراء والعاطلين ويعتبرونها حقنا تخديرية عفا عليها الزمن مصادر حكومية قالت أن عبد المهدي يسعى للتواصل من خلال شخصيات قبلية ودينية مع محركي التظاهرات خصوصا في بغداد وذقار والنجف والقادسية بهدف الحصول على اتفاق يقضي بوقف المظاهرات لحين انتهاء زيارة أربعينية الإمام الحسين التي توافق العشرين من تشرين الأول الجاري فيما أوضح مشاركون في المظاهرات أن بعض الدوائر تقدم أشخاص من غير المشاركين في التظاهرات باعتبارهم من قادة الانتفاضة وتوهم الرأي العام بإجراء حوار وعقد اتفاقات معهم مؤكدين عزمهم على مواصلة الانتفاضة حتى إسقاط الحكومة والثأر لدماء الشهداء مراقبون للشأن العراقي رأوا أن الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات لعقد هدنة بين المتظاهرين والسلطات هي محض إشاعات تبثها الحكومة لتخفيف من حدة التظاهرات أو تهدئتها خصوصا أن أغلب المتظاهرين لا يعرفون من هم قادة الانتفاضة أو منسقوا الاحتجاجات حتى الساعة مؤكدين عن تنسقيات الانتفاضة بصدد إعادة ترتيب الصفوف لبدء الموجة الثانية من التظاهرات التي لن تنتهي كما يؤكدون حتى إسقاط الحكومة والعملية السياسية برمتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر